الصورة قبل الثورة الـ 26 ستمبر يعني الكثير من اليمنين يدركون حجم المأساة التي كان يعيشها أباهم وأقدادهم اليمنين في عقبة الإمامة الوضع كان يعني كما ذكرت يعني خارج التاريخ اليمن لم تكن أيضا يعني تسير في فلك العالم آنذاك الإمام أحمد أغلق اليمن تماما وغلق أيضا الاتصال بالعالم الخارجي وأطبق أيضا على اليمنين بخرافات يعني قال فيها أنه يعني يمثل الله تعالى وأنه يحكم بإسم الرب بإسم الإله بإسم الحق الإلهي وعلى اليمنين طاعت وبالتالي الإمام أحمد كان يحكم بمفرده كامل اليمن لم تكن لديه وزارات ولم يكن لديه أيضا قيش كان يقيش قبيلة على قبيلة إذا خالفت أوامره وبالتالي كان أيضا يخضع اليمنين أو قبائل اليمنين وأقيال اليمن عبر أيضا الرهايين يأخذ من كل قبيلة رهينة وبالتالي يضمن وخضوعه أيضا للإمام بهذا الشكر الرهيب كان يعني يدير اليمن بكامل اليمن أيضا لم تكن لليمن أي مسؤولية تقاه الشعب اليمني فقط يعني يأخذ منهم الواجبات والضرائب لكن اليمنين كانوا يعيشون على الزراعة فقط وعلى الرعي وثم الإمام أحمد يأخذ منهم القبايات وكانت تصل أحيانا إلى النص وأحيانا إلى أكثر من ذلك وبالتالي يضمن بقاوم فقراء على الدوام ويضمن أيضا طاعتهم بشكل مستمر كما كان أيضا هناك مقولة سائدة جوع كلبك يتبع كان نظاما عنصريا بكل ما تعنيه الكلمة من عنصرية لم يكن يضع أي اعتبار للشعب اليمني ولم يكن احترم أيضا هذا الشعب اليمني بل كان يعتبره أشبه بالعبيد الذي يجب عليهم أن يؤدوا هذه القبايات والطاعة أيضا باعتباره أيضا يمثل الدين ويمثل أيضا النصر الطيب الذي ينتمي للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المفاهيم العنصرية التي لم تكن مقبولة أنا ذاك حتى لليهودي والملحد والنصراني فكيف بالمسلمين وبالتالي أنا أتصور بأن ثورة السبتمبر يعني إنجز عظيم بإخراج اليمن من تحت هذه الحقبة المظلمة ثم أيضا نقلتهم إلى الثورة السبتمبرية التي بدأت أيضا تشرع المرحلة جديدة شعر بها اليمنيون بحياة مختلفة تماما وبدأوا يتنفسون الصعداء ويتصلون أيضا بالعالم دكتور عاجل المسني في الحقيقة يعني نحن اليمنيون وتحديدا المتعلمين وربما الذين أعمارهم أصبحت ما فوق الأربعين ندرك جيدا ما قرأناه في الكتب أو ما سمعناه شفاهية من آبائنا الذين عاشوا الحقب الإمامية الظلامية البغيظة لكن يبقى سؤال كيف استطاع الشعب اليمني أن ينفك من الإمامة البغيظة كيف استطاع الشعب اليمني أن يولد من جديد كيف استطاع نفر من الضباط ونفر من المتعلمين الأحرار أن ينقدوا أمة بأكملها من ذلك الظلام المخيف في الحقيقة اليمن إذا أخذنا الفترة أنذاك كانت فترة تحرر كانت الخمسينات والستينات في المنطقة العربية في المنطقة العربية كان عبد الناصر أيضا يقود ثورة تحرير من الاستعمار البريطاني ويأخذ أيضا معارك كبيرة وكفاح طويل من العراق إلى السودان إلى الجزائر وبالتالي كانت اليمن محط نظر أيضا عبد الناصر باعتبار أن اليمن كانت تمثل أهمية استراتيجية كبرى للزعيم عبد الناصر لكونها أيضا بتحرير اليمن يحقق أيضا هدفين ضربة رقعية في السعودية وأيضا الاستعمار في جنوب اليمن ولهذا أيضا كان يعني الاهتمام المصري الكبير بالثورة اليمنية والاحتفاء وأيضا التضحيات ويفسر أيضا حكم التضحيات الكبيرة للجيش المصري في اليمن وفعلا حقق هذين الهدفين السراتيجيين واستطاع أيضا أن يحكم ويمنع ويعيق أيضا من دور وتدخل أيضا ونفوذ المملكة العربية السعودية أنا ذاك كما يبان الملك سعودة الذي كان يسميه عبد الناصر ملك القواري باليمن وبالتالي الاستعمار البريطان والتي كانت منطلقا أيضا لتحرير كامل الجنوب ومن ثم بدأت أيضا طلاع السبتمبريين تنطلق باتجاه عدن وكانت أيضا منطلقا لتحرير عدن وطرد الاستعمار من الجنوب الأمر الآخر أيضا متعلق أيضا بالمثقفين والمتنورين في اليمن الشمالي والذي كانوا أيضا يناظلون بشكل أو بآخر لرفض أيضا هذه الأبكار الكهنتية ويعملون أيضا على تتقيف الشارع اليمني والتصلوا أيضا بالثورة الناصرية وبدأ أيضا كان هناك صوت العرب أو صوت اليمن من القاهرة الذي كان أيضا يتزعمه النعمان والزبيري والذي عمل أيضا على تتقيف اليمنيين ومن ثم أيضا تحريك الثورة بالداخل اليمنية بالداخل اليمنية ضد اليمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر